بنت سن 13 والوش أمر 14 والجسم ما يفوتش من بيت الغاضي فين الخناء هنا؟ الخناء هنا أنه أولاً إحنا معروف أنه في الإسلام ما فيه سن للزواج ودي معركة حضرتك عارفة أنها معركة بين السلفيين وبين التقدميين وكده وهم بيحسموها بأنه طالما شكلها تطيق الزواج فإنه ما فيه سن يعني فدي كان اللي سايد لغاية ثورة 19 إنه ما فيه سن للجواز إلا الواحد يشوف البنت زي ما بيتقال في المصطلح فيرة خلاص والأسرة كمان شايفة أنه السطرة يعني يستحسن ييجي وهي سنة 12 سنة أحسن ما ييجي وهي سنة 16 سنة فيلا ونجوز ونقلص يعني لغاية دستور 23 اللي بيقنن مختلف الأوضاع بقى والأقليات والمنوك الأجنبية بدأ يحطوا قوانين لكل الحاجات فجينا عند الجواز والقانون قرر أنه الجواز لازم يكون على الأقل للبنت سنة 16 سنة وأن لا يعترف بوسيق الزواج إلا المسجلة في موظف وزارة العدل بردبة قاضي وده اللي خل القاضي تيجي هنا اللي هو المأزون دلوقتي يعني المهم موظف بردبة قاضي فالمحافظين وللأسف الشديد الشيخ ذكري أنا بحبه قوي بس هو كان راجل محافظ ويونس القاضي برضو أنا بحبه قوي وعمل حاجات جميلة ومنها نشيد بلادي بلادي اللي اسمعنا جزء منه لكن كان محافظ وقالوا أنه يعني حتبوزونا الدنيا ما احنا متعودين ما لك أنت بقى وما لنا يا قاضي خلاص أبوها راضي وأنا راضي ايه دخل القاضي بقى في الموضوع بدا ما احنا راضيين وهو بقى بيأكد بأن البنت هتبقى فرحانة لأنها بتشوف الزفة تفرح وهي في اللفة وتقول عريس أختي خفة رغم أنها في اللفة وأنها سنة 13 لكن ما شاء الله الجسم ما يفوش من بيت القاضي يعني حاجة جميلة بيرم وعبد الوحيد بس اخذي بالك التقدميين بس اكتوش ردوا قالوا ايه بعد سنتين قالوا بقى اكتب لنا يا قاضي كتب الكتاب الليلة مدام أبوها راضي وراضي يا كل العيلة يعني أهلم بالقاضي لازم برضو اكتب لنا وأهلم بتحديد سن الفتيات ردوا على بعض رد طبعا طبعا